بناء على توجهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلنت سفرة مصر في العاصمة الرومانية بوخارستا أن موعد إقلاع طائرة الرحلة الثانية لإعادة المصريين الذين عبروا من أوكرانيا إلى رومانيا سيكون الليلة في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل من مطار هنري كواندا الدولي ببوخارستا هذا ونشدت السفرة المصرية في بوخارست المصريين الذين لم يسجلوا أسماءهم ويرغبون في السفر على طائرة الإجلاء الليلة سرعة التوجه للسفرة لتسجيل أسمائهم وذلك بالتزامن تقرر إرسال طائرة إلى سلوفاكيا لإعادة المصريين الذين اكتازوا الحدود الأوكرانية السلوفاكية ودعت السفارة المصرية في براتسلافا المصريين المتواجدين في سلوفاكيا من غير المتواصلين مع السفارة والراغبين في العودة إلى أراضي الوطن على متن الطائرة القادمة لتسجيل بياناتهم تمهيدا لإعادتهم كما دعت فاقدي جوازات السفر إلى التواصل مع السفارة لاتخاذ الليزم اشتركوا في القناة